الحقيقة يمكن البنك المركزي كان أخذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية خلال الأزمة هذه الإجراءات الاستباقية التي أخذها كان لها أثر فعال كبير أنها تخفف من أثار هذه الأزمة مجموعة من المبادرات قام بها البنك المركزي لأول مرة يمكن تخفيض سعر فايدة 3% ثم 3.5% يعني 4% خلال عام هي تغيرات فايدة غير مسبوقة ساعدت على تحفيز الاقتصاد ساعدت على زيادة التمويل كان فيه مبادرات خاصة بالصناعة مبادرات خاصة بالعملاء المتعسرين بالمصانع المتوقفة كل ده من ناحية لكن من ناحية أخرى كان برضو الاهتمام بالعملاء وصحتهم وفي نفس الوقت الاهتمام بالعملين توفير كل الأدوية المستشفيات كل المساعدة في دعم اللقاحات وتوفيرها على مستوى البنوك يعني إجراءات كثيرة كمان لاحتياط النقد اللي بدأ يتعافى بتخطينا مستوى الـ 40 مليار دولار حاليا لكن حريك ذكرت التضخم أو الفايدة ده يخدنا للتضخم ارتفاعات في التضخم خلال الأشهر الأخيرة عالميا وانعكس على السوق المحلية اقتربنا من السقف المستهدف للبنك المركزي كان بيستهدف 7% plus or minus 2% في الربع الرابع من 2022 هل هتستطيع السياسة النقدية لمصر الحفاظ على تضخم ووضعه تحت السيطرة خلال الفترة القادمة؟ نرجع للتاريخ ان الفترة اللي فاتت يمكن تضخم كان وصل فترة من فترات لفوق الـ 32% نزل بالسياسات المدروسة والدقيقة نزل للمستوىات اللي احنا شايفينها النهاردة يمكن خلال الجائحة نسب التضخم نزلت اقل من 7% وصلت لـ 3% في بعض الاحيان يمكن هي ارتفعت مؤخرا نظرا لتدعيات خارجية خاصة بالاسعار السلع وحاجات اخرى اللي انا بس عايز اقوله ان الاقتصاد او المغادرات الان بيها البنك المركزي وقدرة القطاع المصرفي ان هو يواجه هذه الازمة لازم نرجع كده لخطوة ان الاقتصاد المصري كان واقف على ارض صلبة لما حصلت الازمة بتاعت كورونا كان الاقتصاد المصري واقف على ارض صلبة بعد تحرير سعر الصرف برنامج اقتصادي مصري خالص اشد دي الجميع صندوق النقد الدولي ومؤسسات العالمية كلها الوقوف على ارض صلبة لما بتحصل جائحة بنقدر ان احنا نمتص هذه الصدمات وده اللي حصل في الاحتياطي يعني فكان قدرة مصر على امتصاص الصدمات هي دي معيار النجاح يمكن كان عندنا زيادة راس مال البنكي بمئتين مليون جنيه خلال فترة الاخيرة وصلنا لتنين مليار ومئتين مليون تقريبا الرقم بيدور حول هذه المستويات طبعا البنك المركزي بيستهدف وصول راس مال بنوك لخمسة مليار جنيه احنا امتى البنك هيتوافق مع هذه الشروط هو بس الجماعية العامة في عشرين وواحد وعشرين للبنك قررت هي رفع رأس المال من اثنين واثنين من عشرة لاثنين وتسعة من عشرة مليار وهناك مهلة موجودة من البنك المركزي تسمح للبنوك بزيادة رأس المال واعتقد البنك هنالسويس مش حابة عنده اي مشكلة ان شاء الله للتوافق مع هذه المدة لان احنا في الفترة اللي فاتت قدرنا ان احنا نضاعف حقوق الملكية خلال اقل من ثلاث سنوات احنا ضاعفنا حقوق الملكية وده نفس المعدلات اللي احنا نبقى ماشيين عليها ان شاء الله زيادة الرأس المال القادمة هتبقى امتى وقيمتها ادي؟ مع الجامعية العامة القادمة ان شاء الله حيكون في زيادة اخرى لرأس المال وحنا نتوافق مع المتطلبات قانون البنك المركزي ان شاء الله اللي هو انتهي في سبتمبر القادم ان شاء الله سيد حسين لازم استرحيك كمان على مؤشرات الاداء المادي للبنك في اول 9 شهور نتكلم على الارباح ارتفع 8% في اول 6 شهور مستمرين في زيادة الارباح ونمو البنك ولا حصل حاجة في الربع الثالث لا الحمد لله مستمرين في نفس معدلات النمو ويمكن في زيادة كبيرة في التوظيف احنا نتكلم على زيادة توصل اكتر من 20% في التوظيف سواء في القروض وقروض ومشتركة برضو محفظة التوريق عندنا محفظة التوريق زادت من 200 مليون خلال 2019 وصلت لـ 3.6% احنا بنكلم في 2021 يعني هي في 2019 ابتدت بـ 200 مليون وصلنا يمكن لـ 2.800 في 2020 وصلنا النهاردة 3.600 ان شاء الله بنحاول نحن نقفل السنة في حدود الـ 4 مليار بنكلم على محفظة كروض وصلت تقريبا 21.3 مليار جنيه لو بنكلم على نفس المحفظة دي سنة 2006 هي كانت 8.6 مليار فاحنا بنكلم على مضاعفة هذه المحفظة أكثر من مرة نسبة توظيف عندنا لو أخذنا فيها التوريق ممكن توصل إلى 50% وهي نسبة توظيف كويسة في فترة وصيارة إن شاء الله شكرا جزيلا حق سيد حسين شكرا يا فهندن شكرا شكرا